الكتاب المقدس يتألف من عهدين العهد القديم والعهد الجديد العهد القديم عندما الله أعلن ذاته لإبراهيم لكي يدعوه أن يخرج من بلاده التي فيها عبادة الأوثان ويبدأ في علاقة شخصية معه وأنت تعرف كان ذلك بعد الطفا إبراهيم كان أمينا للرب وانتخبه إلهنا لكي يكون الشخص الذي من نسله يأتي المسيح وتعمل بركة الأرض العهد القديم يخبر عن قصة ناس الإبراهيم إلى أن وصلنا إلى المسيح وفي ذلك الزمان وبخاصة بعد أن خرج أولاد إبراهيم أولاد يعقوب من مصر وجاء موسى بالشريعة كان هناك تأسيس لأمة وكانت الفكرة في ذلك الزمان أن كل أمة هي كيان ليس ديني فقط بل ديني وسياسي دين دولي يعني صحيح دين ودولة فنشأت الشعب القديم نشأ على دين ودولة إلى أن جاء المسيح موسيقى 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 شكرا